السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اخواتي وحبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. اخبركم اي امرات يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. وحشتوني كتير والله ايضا عارفة اننا اليومين دول تعبنا وبعيد عنوكم بس انتم في القلب انتم في الحتة الشمال يا جماعة. اخبركم ايه جميعا كل سنة انتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي من الوصفات المكرمة الى قلبي صراحة الا وهي الفيزلين. اللي هو اصلا ما فيش غنى عنه في اي بيت وخصوصا في الشتاء. شتاء يعني احنا عايزين فيزلين لشعرنا عايزين نور بشرتنا لقدينا رجلنا للتشاؤقات حاجات كده اللي هو ايه ما فيش فعلا حرفية غنى عنه وخصوصا في فاصل الشتاء. طيب عشان ننزل يا رشا اشتري علبة فيزلين كم يجب ان يكون برقم محترم. انتي جيت اكمرة في الفيديوهات قلت اعطوهم العطار ارخص ومش عارفة ايه برضو بتدفعي فيه رقم محترم. طيب ما ايه رأيك لو نعملو احنا في البيت? حاجة كده رهيبة. وبيض اشتاء. لان فيه ممكن تعمل الفيزلين في البيت. فتلاقيه راح مديكي لون كده. ليه مسلا الناس تقولي ايه? انا عملته بزد تموين. كده دي. انا استخدمتي مش عارفة فيه شمع العسل. فيطلع معاك غامق. انا استخدمت كده. ففي حاجات كده بتخلي الفيزلين يطلع معاك غامق جدا. لأ انا عاوزة النهاردة اعمل فيزلين حلو وترتيب واستخدمه على شفافي امر وشعري امر ورغبتيني امر وادية امر وجلب الحبيب ورد المتنلكة وحاجة كده لطيفة. لأ وكمان بقى خدي ريح تكون روعة. يعني اللي انا ايه? عارفة مخمرية في نفسه. اللي انا بعمل فيزلين ومخمرية في نفس تلك كذلك اللحظة. تمام? تمام. بص بقى يا نور عين. اول مكوم معي النهاردة عشان نعمل فيزلين كما يجب ان يكون. فما فروض انك انت بتنزلك جيبي زيت برافين. يا راشا ايه ده زيت برافين? احنا مش هنجيبه يعني. بس انا بقول لك على بديله دلوقتي. بس يعني اللي بقول لك عشان تعملي آآ تعملي فيزلين صح. فأتيك واحد تقول لك ايه ده هو زيت برافين ده مش خطر? لا مش خطر. حضرتك زيت برافين اللي بتعامل اصلا منه الفيزلين الطبي وبيتعامل منه اصلا زيت جونسون. تمام? فهضرتك انا بمفروض عشان نعمل فيزلين صح استخدم زيت برافين. والخلطة قبل كده يعني انا لما جيت عملته قبل كده عملته برضو بزيت برافين. لا يا راشا احنا مش عايزين بقى زيت برافين عايزين زيت كده في الحنين عشان ايه? الميزانية في زمة الله. تمام. يبقى هضرتك هتاخذي بعدك وهتنزلي عند اي صيدلية او اي محل منظفات وهتجبيه لازاست الزيت دي. اخوتي في الدول العربية هيقول لك مش عندنا. عتيلي زيت جونسون. اظن زيت زيت جونسون عندكم في الدول العربية. ما عندنا زيت جونسون طريقته موجودة عالقناة تعمليه اسهل مما يكون. يعني لتجيبي زيت جونسون لتعمليه حضرتك طريقته على القناة تبيلي تحت في التعليقات ابعتها لك او لو انت بقى من مصر الحبيبة او زيت برافين هتشغل به ما فيش مشكلة اللي في الدول العربية. اما اللي في مصر فانت هاتي الزيت الآمر ده. الزيت ده اتكلمنا عنه قبل كده زيت فاتيكا بزيت بجوز الهند وفيتامين اي فطبعا حاجة يعني ينهر الامر ورحته رهيبة. قطي تحت رحته خمسين خط. رحته حاجة كده روعة اللي انت اصلا تستخدمي لواحده كده كمخمرية. طيب يا راشا هو احنا ينفع ناخد الزيت ده وهو اصلا زيت للشعر ونعمل منه فزلين والفزلين نستخدمه على البشرة يعني ايه المشكلة? ما هو حضرتك ده زيت جوز هند. اللي هو زي زي نفس معاملة زيت جونسون نفس معاملة زيت جوز الهند. هل لما نسلا بتجي تعملي زيته آآ جوز الهند فيقولك الطريقة دي لو انت عايزة تستخدمي لشعرك. لا الطريقة دية لو انت عايزة تستخدمي لبشرتك فما تخليش حد يسرح بيك. هل بسا برضو نعمل نعمل زيت جونسون نقول ده كده للشعر ولا كده للبشرة. ففي زيوت بتنفع الاتنين. نفس الكلام اللي هو زيت جوز الهند هو زي ما انت شايف. تمام? فحضرتك هتجيب الازلزة دي سعرها تمانية جنيه. تمام? خمسة واربعين ملي. عشان ما تروحش تسألي على اللي هي مية ملي فهتقولي ايه ده دي مش بتمانية جنيه زي ما رشا قالت. لأ خمسة واربعين ملي حضرتك بتمانية جنيه. تمام? رحيتها رهيبة جدا بزيت جوز الهند وكمان بفيتامين اي. تمام كده? تمام كده. هاخد منها قد ايه? عاوزة نص عشان ما نتلغبطش بقى. عشان خاطر ايه? الناس اللي بتقول يا رشا قولنا جراموط. فناس قالوا لا احنا ما عندناش ميزان فمش عايزين جراموط. هنقول كده وانت بقى حضرتك تمشي وراي بالزرط. عايزة فنجان صغير من الفنجين الامر دي السغنونة المولودة اللي في النيش. عرفها دي. ايه. هياخد قد ايه? اثبتي بقى. اهو. هياخد نص الفنجان ده. تمام? عشان ما النغبطش نفسينا. هياخد نصه من الزيت ده. لو هتجيبي زيت ججوبة برضو هتخذي نصه. زيت برافين هتخذي نصه. يبقى انا بقول لك اسماء زيوت اهو وانتوا تحبتي. هيجيلي في التعليقات. عندك زيت جوزهند ماشي خدي نصه ما فيش مشكلة مش لازم المركة دي لو انت عندك زيت جوزهند اشتغل بيه. هيجيلي في التعليقات عشان بس انا تعبانة والله العظيم والله العظيم تعبانة اليومين دول ومش حمل منها ده بفرها بصرعة. يا راشا في زيت زاتون. اه في زيت رجل الكاتكوت. اي زيت غير الاربع زيوت اللي انا قلتها هيطلعه لك اوكي ينفع. بس هيطلعه لك غامق. مش هيطلعه لك ابيض شفاف زي بتاع الصيدلية. تمام? فاي زيت ينفع. ان شاء الله لو زيت دورك ينفع. بس مش هيطلعه لك بالشفافية وبيوغض اللي هو بتاع الصيدلية. تمام? ومال الا هيتطلعه لي ابيض اللي انا قلت لك عليه زيت البرافين زيت جونسون زيت جزهن آآ ايه تانية. قلت واحد والله هنسيته. مش فاكرة. هنفتكره هنفتكره دلوقتي. ماشي. هحط هنا نص اهو. الازازة. نص الفنجان سوري. ماشي اشتا جدا. كده اهو نص الفنجان. اللي هو يعني هيتلع معيك ازازة لربع يعني. فهمتش عليا? تمام. رحته روعة. يا جماعة جربوه رحته روعة. والله العظيم رهيب جدا. يا اللي ما جربتش الزد ده فاتك كتير. حلو كده? حلو كده. طيب. الشمع بك. تاني مكون معنا وهو الشمعة. انا تسرقت يا رجالة اهو. بصي. هتروح للعطار. هتقول له انا عاوزة شمعة. تمام? وحضرتك تأكده عليك كون الشمعة بيضة. لان في عطارين بيبعلك الشمع اللي هو لونه بيش ده تحسيه معمول بزيت التموين. فحضرتك يقول له انا عاوزة شمعة ابيض. يكون بالبيضة. قبل كده كان نصراحة بنشتغل بشمعة لو كان غامق شوية. كان في عطارين بيستهبلوا وديك الغامق. لأ. حضرتك اندي دفع فلوس. مدام انا دفع فلوس وهودي كده وتشراتي. عادي وتشراتي. اقول له سمحت انا عايزة شمعة ابيض. طبعا اخواتي في الدول العربية مش مستنيين ان انا اقول لكم ان الشمعة عندكم امر. ومقلبس وفي خير كده والشمعية تشريحة على كدفك زي الانبوبة. تمام? ده ايه? شمع? هاتيه ابيض. عشان هتجيبيه غامق او البيش ده هيديكي دمش هيطلع معك ابيض. تمام? النهاردة بقول لك كل التكات بتاعت الفيزلين هخليكي معلمة في عمل الفيزلين. دي نص شمعة. انا مش عاوزة نص شمعة. انا عاوزة ربع شمعة فقط. ليه? لان عشان تعمل الفيزلين كما يجب ان يكون الكباية كاملة بتاخد نص شمعة. فاحنا هنا اخدنا نص اه يعني الفنجان كامل بياخد نص شمعة. احنا اخدنا هنا نص فنجان فهيحتاج ربع شمعة فقط لغير. فلنا هاقصر كده منها في حدود الايه? الربع شمعة. يعني هعملها كده بالمسترة واعملها. كنا احنا قيسينها قبل كده بالمسترة عشان برضو يبقي ماشية دقيقة كما يجب ان يكون بتطلق يعني الشمعية كلها كانت كام? اربحتاشر سنتي. اه النص سبعة يعني تلاتة ونص سنتي من ده كده. حتة قدي دي كده بالزبط دي اللي احنا هناخدها. هقطعها بسكينة واخدها. اخوتي اللي في الدول العربية حضرتك بص عليها شكويس. عشان انت في الشمعة اللي عندك هتقطعي حتة كده قدي دي بالرفع ده. طيب. يا رشا معلشي. انا دلوقتي في دولة عربية ومش عارفة بمقدار قوي وبردو معلش كده مش واخد بالي من الحتة الربع شمعة بتاعتك دي هقطعه ازام الشمع التقين اللي عندي. لا تقلقي في صناعة الفزلين. لا تقلقي في صناعة الفزلين. اسهل مما يكون. انا عملته تلعب معي ناشف مش قوم الفزلين الطري كده اللي احنا بنى فيه مفيش مشكلة. هتحطي شوية من الزيت هترفعيه على النار تاني وتحطي معلقة ولا معلقتين تلاتة من الزيت هيبقى معاك زي الفل. لا يا راشد انا عملته زي صايز كده وعمل زي الميا مش ماسك في نفسه زي كوم المسفزلين هتحطيه على النار وتحطيه له حتة شمعة صغيرة. بالنظر كده عينة ميزانة. فاللي هو لا مش هبوز بالعكس الفزلين ده مفوش بوزان يعني. تمام? تمام. هقطع حتة زي دي وهروح على النار سياحة ونكمل بقية الواسفة. جينا كده يا قلبي حطينا الربع شمعة اهو على النار حتى نبل فتلة بتاعته. مش بنعرف نخلعها. الا لما يسيح معنا. او لو انت عايزة تبشري بالمبشرة عشان تنجزي وقت ما فيش مشكلة. كنا الاول بنكل الشمعية دي بالمبشرة كده اللي احنا بنعمل فيها البصل او بنعمل فيها الصابون وبنبشرها. بس هو المبشرة مش مستاهل فرهادة. يعني احنا مفرها دي. الفرها دي من غير حاجة يعني. او زي ما انت شايفها هي اصلا هتسيح في نفس تلك يا جماعة زي. الله حظر. اهي شايفة? بص بقى لما تكون الشمعة بيضة بينزل منها ابيض كده عامل زي اللبن امر كده. اما في الخطوة دي ينفع. بس هيغمق معك برضو لان احنا مشغلين النار. فحاول تحافزي على لون الزيت على قد ما تقدر. تمام? اهو. تمام. اهي الفتلة هي يا جماعة. يلا يا جدعان. ايش حرفة جدا. اهي. كده اشتا جدا. نرميها في الشارع. حلو كده. حلو كده. في الخطوة دي بقى انزل بالزيت. ماشي? اهو. النص في مدام زيت اللي معنا. بسم الله. اطفى بقى بسرعة. اروت. طب الحتة دي يا راشا هي قردي اصلا من السخونة هتسيحي. انا كده طفيت على فكرة. بس ايه? هنخليهم يتجنسوا مع بعض. اهيبص حتى زي ما قلتلك. ما ينفعش تصبيه في البطرامونت في نفس تلقى زاليك اللحظة علشان خاطر هيكون زي ايه? سخن شوية على ايدي. كسبوري سانية كده او سانيتين وفضيفه البطرامون. يعني دقيقة او دقيقتين سانية او سانيتين ايه? طبعا ومشيطلع سخن او لان احنا زيت حطينه في الاخر بعد ما طفينا. مش اللي هو يعني كده. تمام? تمام. هفضيف بطرامون ريحته اكسم بالله رهيبة فوق الوسط. بليز جربيه هيعجبت جدا. هفضيف بطرامون ونرجع نحط بقية المكونات. تمام? وريحته جنن. جربوه يا جماعة بليز عشان خطري. واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ورجحت لكم تاني احلى اخوات زي ما انت شايفة ما شاء الله ابيض وزي الفل. لازم يتحط البطرامون يكون ناشف ما يكونش في بقية مية عشان ما يتلفش منك الوصفة. تمام? ابيض هو باين العينة من قبل ما يجمت كمان. هحط عليه بقى عايزة شوية من الجلسرين. تمام? بتجيب الجلسرين من اي عطار او من اي صيدلية. هحط هنا كده شوية. بصي. اهو شايفة? اخر شوية بس في الازازة. بس بينزلوا يعني شايفهم هم بنزلوا? تمام? اشتا جدا. الجلسرين من الحاجات التحفة جدا اللي هتديك ترتيب. لو حطيته على شفيفي حطيته على كعب رجلي على كوعي على شعري. هيدي لشعرك نعومة ما بعدها نعومة. وزي ما قلت لك لبشرتك لإيدك لكل حاجة. تمام? بعد كده هخطي لقلبي كابسولة من كابسولات فيتامين اي. كابسولات فيتامين اي بتبقى بالمنظر ده. تمام? بتجيبها من عند اي صيدلية. استني احطها لك هنا عشان تشوفيها. بتتجاب من اي صيدلية. الشرب تسعة جنيه في عشرة. آآ في منها اللي هو تركيز الف وفي اللي هو التركيز بتاع ربو مية دوت. مفيش مشكلة. هاتي اي عدد وخطيه هنا. هحطي واحدة اتنين تلاتة ما فيش منه اي ضرر بل بالعكس هيديك ترتيب اكتر. لو استخدمتي لشعرك هيبقى هاير ولو استخدمتي لشفافك روعة او لاي منطقة عندك فيها تشاؤقات. هفتحها وخطها. بتبقى من جوه مادة زيتية كده زي ما انتم شايفين. ما حدش عمل طريقة الفيزلين دي بالمنزر ده قبل كده على اليوتيوب. الطريقة دي الحمد والله الحمد حصري ولا اول مرة. هيديكي فيزلين طبي نفس بتاع برة بالزبط وكمان ريحته هيلة. يعني بتاع برة ما بيبقاش في الريحة التوخفة دي كمان. تمام? هنقلب بقى لازم نقلب عشان خاطر بقى الجليسرين يدخل معانا. وفيتامين اي. تمام? زي ما انتم شايفة كده. اللي هو اصلا يعني خلاص بيجمد زي ما انتم شفتي اصلا موصي. نسيبه بقى كده احنا خلاص قلبنا. نسيبه بقى. لاما تسيبه برة التلاجة كده كده قلت احنا في ساعة فما فيش مشكلة. او روعة. شعرك شعر بنوتاتك. في ناس بتخاف عندها فوبيا من استخدام الفزلين. لأ يا رشالة تقيل لما دهنن على الشعر ده بيسد بوصلات الشعر. لو انت عملتيه بالطريقة اللي احنا عاملناها دي. دي كده حاجة فوق الروعة. اللي هو في نفسه وخفيف ورحة حلوة للشعر زي مخمرية كده للشعر وفي نفس الوقت. زي ما قلت لك ترتيب ما بعده ترتيب ليكل شعر فيك ليدك لكل حاجة. هسيبه اجمد برجع لكم ده. ورجحت لكم تاني احلى اخوات سبتوا كده شوية. بصي بقى فرجع على الجمال. بص البياض. استحالة هتشتريه من برة بالبياض دوت. يعني البياض اللي انت شايفها قدامك ده استحالة هتجيبيه من برة بالبياض دوت. بصي بقى. فرجع على الملمس الامر. بصي. يعني انا مش عارفة الجمال بين قدامكم ولا لأ? بصي. بصي القوان. حاجة كده رهيب للبشرة. الاوة بقى عن ريحته الرواعة. ريحته الصراحة حاجة كده خيل. استنى حطولك برضو على معلقة عشان تشوفيه اكتر. بصي. بصي. شايفة الجمال? شايفة القوان بتاعه عامل ازاي? استحالة هتجيبيه من برة بالقوان دوت. بيد روعة فوق الوصل. تستخدميه على شعرك. تستخدميه على بشرتك زي مولترك. بصي. صفت خالص. مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني. تستخدميه على شعرك. شعر انه الناس الصغيرة مفيش منه اي مشكلة. ريحة روعة. ترتيب على شفايفك. على كوعك. على اي حاجة بجد روعة. اهو بصي. بصي القمر. عمرك ما هتجيبي من برة. جمال بالمنظر ده تاني. اتمنى تجربوا القمر ده. بصي. روعة روعة فوق الوصف. جرب بيها يا حبيبة قلبي. ولو عايز الطريقة التانية برضو كنا عاملينه الطريقة تانية بشمعة بزيت اللي هو البرافين. اكتبي لي تحت في التعليقات. كنا عاملينه بالشمع اللي هو الجاهز اللي هو شمع العسل الجاهز الخبابات. برضو رو عايزة الطريقة اكتبي لي تحت في التعليقات. بس لو انت عايزة الحقيقة ما فيش احلى ولا اطعم من كده تاني. جربي دي والله العظيم من الاخر. محصلتش قبل كده على اليوتيوب وحاجة روعة فاحت مدينة. عايز اقولك ان دي اصلا مخمرية. يعني انت كده لما تقديها تستخدميها على شفيفك على بشرتك على ايدك على اي مكان في جسمك. اصلا كتحطير. يعني بغض النظر عن الترتيب اللي هيدهولك. لا ده انت كمان بتعملي زي مخمرية كده لتحطير جسمك. فجربيها كمخمرية او كحاجة للترتيب صدقيني روعة. الناس اللي بتسأل على كريم رخيص او تسأل على حاجة رخيصة للترتيب مفيش احلى والاجمل من كده تاني امراض. انك تعملي تركيب فيزلين ازاي كده او تشتريها من بره صدقيني برقم لان بتاع ببره الطبي مش هيديك الريحة دي ومش بالقوام والبياد ده وانتو اظن عارفين كده. فدي تعتبر انت عملها ببلاش حرفية. الشمع مفيش ارخص منه وشوية الزيت اللي احنا خدناهم مفيش ارخص من كده تاني. عملتي شوية فيزلين احسن حرفيا من الطب اللي انت هتشتريه من بره. فاللوها تعتبر زي عملها حرفيا ببلاش. ما تنسيش اللايك يا نور عين اختم الفيديو بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.